والآن يعلو صوت الهدنة وبعد حديث الهدنة ورفض الأمين العام للأمم المتحدة إقامة نظام حماية تحت رعاية الأمم المتحدة أول سؤال مستقبل غزة تاني سؤال ماذا بعد الهدنة؟ هنعمل إيه؟ تالت سؤال هل هنكتفي بس بإخراج خمسين من المحتجزين لدى المقاومة وماذا عن رجالنا ونساءنا وأطفالنا أيضا داخل السجون الإسرائيلية الدور اللي لعبته مصر سواء إذا كان فيه أنه تتم هذه الهدنة أقوله إن شاء الله أو الدور التي تلعبه مصر أيضا لأجل إجراء هذه الصفقة والدور الذي تلعبه مصر الحقيقة بمنتهى البراعة في وقف هذا التهجير القصري لأهلين الفلسطينيين خارج أراضيهم أنا بأكد لك تاني مصر مش بتلعب على مسألة خروج الفلسطينيين أو منع دخول الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية لا منع إزاحة الفلسطينيين عن أراضيهم بأي شكل من الأشكال ولأي جهة من الجهات أيا كانت معنا داخل الستوديو منورنا دكتور أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية منورنا أهلا وسهلا أخبارك إيه؟ الله يرضى عليك بقالنا حب أدي كده ما تقابلناك للأسف الشديد للأسف الشديد خليني هتكلم معك الأول على هذه الهدنة كيف ترى هذا الحديث عن الهدنة صفقة الخمسين محتجز و هنتطرق فيما بعد ذلك إلى وماذا بعد الهدنة؟ يعني أولا نقول مساء الخير لك ولكل المشاهدين وتحية لك ولكل المشاهدين أيضا الذين يهتمون بالملف الفلسطيني باعتبار هذه القضية قضية الأمة أو قضية القضايا كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجد لشهداء فلسطين و كل الضحايا الذين سقطوا في فلسطين من الأطفال والنساء و التحية لكل الصامدين من أهلنا و أنا حابب أوضح نقطة مهمة أن كل أبناء الشعب الفلسطيني هو مقاومة الطبيب مقاومة و سائق الإسعاف هو بطل و مقاوم يقوم بإنقاذ المصابين و نقلهم الشب المصري أسائق عربية نقل المساعدات هو بطل و مقاوم و يدخل إلى داخل المعركة و يقاتل من أجل إنقاذ أهله و إخوانه كل هؤلاء مقاومين أنت في حديثك عن القضية الفلسطينية أنت مقاوم و أنت إلى جانب الشعب الفلسطيني كل يقاوم و كل يوضح هذه الحقيقة و يفضح هذا الاحتلال بما فيهم الصحفي الإعلام الذي يفضح و ينقل الصورة هو يقاوم و يواجه هذا الاحتلال الأم التي تطبخ و تنقل الأكل و الطعام لأبنائها و تردع و تنقل المصابين و تسقي الأطفال و الرجال هي أيضا مقاومة إذن في كل شخص يوجد في فلسطين هو إنسان مقاوم هذا أولا و ثانيا منذ أن حدثت أحداث 7 أكتوبر تم أسر و ليس اختطاف للتوضيح أو ليس رهينة لأن الرهينة تكون عادة ضمن عصابات و مجموعات مسلحة يعني جماعات مسلحة ليست قوات أو دول أو مقاومة أو مقاومة مشروعة تجاه الاحتلال هذه مقاومة مشروعة ضد الاحتلال مسندة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية و إلى القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز حق الشعوب في الدفاع عن أراضيها وبالتالي هذه عملية أسر لجنود ضمن الشعب الفلسطيني و بالمناسبة المقاومة ليست حركة حماس في حسب كل أبناء أو الفصائل الفلسطينية في قلب غزة شاركت في هذه العملية و ما زالت تدافع عن أرضها و عن شعبها و هذا حق مشروع لا أحد يستطيع في هذا الكون أن يسلب هذا الحق من أي إنسان فلسطيني أو حتى أي شعب من حقه أن يناضل و يقاتل العدو و يقاتل الاحتلال هناك أسر موجود في غزة لدى المقاومة الفلسطينية و أعلنت عنهم بما يوازي 240 أسير أو أكثر قليلاً أقل قليلاً لا أريد أن أقول بدقة حتى لا يسجل علي موجودة لدى العديد من الفصائل ليست حركة حماس في حسب و بالتالي عملية نقل الأسرة تكون صعبة قليلاً لذلك طلبت المقاومة هدنة لمدة خمسة أيام ليتم تسهيل عملية نقل مجموعة من الأسرة مرت عملية المفاوضات بأشكال صعبة و مراحل متعددة كان هناك رفض قاطع من نتنياهو في البداية و أيضاً كان هناك رفض قاطع من المقاومة كانت شد و جذب في المطالبات لكن تقدمت المقاومة الفلسطينية بمطالب أعتقد أنها نوعاً ما معتدلة قليلاً في المرحلة الحالية و هي أن يكون هناك إفراج عن كل أخواتنا الأسيرات بما يعادل خمسة وسبعين أخت فلسطينية أسيرة لدى الاحتلال الإسرائيلي و كل الأطفال الفلسطينيون الذين تم اعتقالهم دون الثامن عشر لدينا الكثير مئات الأطفال داخل سجون الاحتلال عدد الأسرة كان قبل 7 أكتوبر كان 6500 أسير و تم اعتقال ما يوازي 2000 أسير بعد 7 أكتوبر يعني في خلال الفترة هذه زاد العدد و وصل إلى 8500 تقريباً نحن نتحدث عن كل الأسيرات قبل وبعد هناك الأطفال الفلسطينيون أيضاً لديهم مشكلة لازم يتم الإفراج عنهم لأنهم هدولة دون السن القانوني هذا متروح على مئدة التفاوض آه طبعاً طبعاً من ضمن الشروط والمطالبة وأيضاً طلبت وهذا بالمناسبة يعني مش أيضاً ذكر في صحف أمريكية المقاومة أيضاً طلبت أن يكون هناك إدخال 7000 شحنة تقريباً من المواد الغزائية شاحنة شاحنة من المواد الغزائية والطبية والوقود خلال الخمس أيام سحب منع دخول الطيران في أجواء غزة مطلقاً حتى طيران بدون طيار وأيضاً سحب القوات الإسرائيلية المتمركزة على مداخل غزة في منطقة شارع الشهداء متقاطع مع صلاح الدين وشارع أيضاً مع رشيد شارع رشيد من منطقة المغراقة نقول لها اسمها المغراقة أو نتساريم والحقيقة أن نتنياهو ماطل واعتقد أنه كلما يمد المعركة من قتل وضغط على الشعب الفلسطيني بكسر إرادة الشعب الفلسطيني وكسر المقاومة الفلسطينية بهدف تحقيق إنجاز وهمي وانتصار وهمي على شعبه يعني هو يريد أن يسوق لشعبه هذه الصورة أن يعود إلى الشعب أنني قتلت قادة مثلاً حماس وأراد أن يسوق ويختصر المعركة كل الصراع في حركة حماس المشكلة الحقية التي تواجهني حماس يجب القضاء عليهم هذا كان دائماً يسوق نتنياهو لكن في الحقيقة أنه هو لا يهجم على حركة حماس هو يهجم على الشعب الفلسطيني ما علاقة المستشفيات الشفاء وعلاقة مستشفى المعمداني مستشفى المعمداني هي تتبع إلى الكنيسة وتم تدمير المستشفى ما علاقة الأنروى المدارس ما علاقة مدارس الأنروى ووكالة الغوث الدولية للاجئين ما علاقة المدارس ما علاقة مستشفيات كل مستشفيات البنية التحتية دمرت طيب الخزان المياه الذي يتم تزويد كل شمال غزة بهذه المياه تم قصفه وضربه شبكات المية شبكات الكهرباء الصرف الصحي البنية التحتية إذن نحن لا نستهدف حركة حماس أنا أتحدث كاحتلال نحن نستهدف الشعب الفلسطيني نستهدف الحياة هو أراد أن يدمر الحياة في غزة حتى لو انسحب لا يمكن أن يعيش الشعب الفلسطيني غير قابل الحياة وبالتالي يضطر للهجرة طواعية ليس قصرا هو أراد أن يهجرهم قصرا بالتهديد وإلقاء المناشير على الشعب الفلسطيني لكن مجرد أن صمد الشعب الفلسطيني وكان موقف كما تفضلت في مداخلتك أنه كان موقف إيجابي لمصر وكان دور مهم جدا برفض التهجير للشعب الفلسطيني هنا صارت أزمة دولية العالم كله تفاجأ بالموقف المصري الصلب وكان كتلة صلبة الموقف المصري مدعوما أيضا معه الأشقاء في الأردن رفضوا كان هناك موقف متشدد وأيضا في فلسطين كان رفض قاطع الرئيس الفلسطيني أيضا أطلق قال يعني باقونا هنا صح وبالتالي نحن نواجه عدو شرس بدأ يخطط لتدمير كل مرافق الحياة في غزة حتى تنتهي وتموت الحياة وبالتالي يضطر الإنسان الطبيعي الإنسان الطبيعي مش الفلسطيني فحسب أي إنسان طبيعي لا يستطيع العيش في منطقة كلها دمار لا يوجد ماء ولا صرف صحي ولا مستشفيات للرعاية الطبية ولا غذاء ولا كهرباء ولا كل مقومات الحياة وبالتالي يجب علينا أن نهاجر طواعية تعال افتح باب الهجرة الهجرة إلى هذه الدولة في أوروبا هنا وفي دولة عربية هذا المخطط عدد من وزراء تحدثوا حول هذا المخطط الهجرة الطواعية يعني إعطاء بعض الدول مساحات كافية من الدعم لأجل أن تستقبل الفلسطينيين وذكروا من ضمن الدول حتى ذكروا كندا يعني وصلوا للمراحل دي هناك دول لديها استعداد أن تستقبل دول أوروبية وغيرها لديها استعداد أن تستقبل وهي تعرف أن العمالة الفلسطينية أو العمالة العربية من الذكاء بالمناسبة نسبة التعليم في فلسطين وصلت 98% نسبة عربيا رقم واحد وعالميا فازت فلسطين في أكبر مسابقة عالمية تجري على مستوى العالم في اليابان اليابان كانت رقم اثنين حصلت العديد من المدرسين والمعلمين والعديد من المدارس والعديد من الطلبة الفلسطينيين فازوا في مسابقات التعليم على مستوى العالم وكان التعليم الفلسطيني يعني من أفضل تعليم العالم في فترات طويلة وخلال السنوات الخمسة الماضية فاز ثلاث مرات المركز الأول صدر على العالم وبالتالي نحن نتحدث عن تدمير التعليم تدمير الصحة تدمير الحياة لا يمكن أن يعيش الإنسان بهذا الكيف ولكن الشعب الفلسطيني باقن وصامد ولن نكرر أخطاء الماضي كما ذكر الرئيس الفلسطيني ذكرها قبل ذلك ولن يكرر أخطاء الماضي الشعب الفلسطيني طيب هنا أسألك سؤال أنه إحنا نتمنى أن هذه الصفقة تتم على خير وتحصل هدنة الخمس أيام إلى آخر وأنه طبعا إحنا كمان نستلم أولادنا حوالي خمسمائة طفل وخمسة وسبعين امرأنا هنا عن أنه إحنا لدينا زي ما ذكرت تقريبا 8500 أسير في السجون الاحتلال لكن ماذا بعد الهدنة؟ شف يعني إذا بدنا نتكلم سياسة هنقول أنه الهدنة هذه قد تتمدد قد تندلع ولكن بشكل محدود يعني هناك يعني خلينا ننظر إلها بشكل آخر الوضع الداخلي في الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح باستمرار الحرب طبعا لا اقتصاديا ولا رأي عام ولا معارضة تجاه نتنياه بالضبط وبالتالي الوضع الداخلي الآن بيهدد نتنياه إضافة إلى أن نتنياه قد لا يستمر للخمسة أيام وقد نتحول إلى أن يكون خلال الفترة القريبة القادمة إن لم يكن الخمسة أيام القادمة على الأقل خلال الشهر الحالي أتحدث شهر يعني قبل نهاية العام قد يسقط نتنياه وتتشكل حكومة الحكومة التي تتشكل هناك دعوة من المعارضة تطالب بالمناسبة مش من الجماهير من المعارضة والمعارضة عندما تطالب بالطريقة التي سأقولها الآن معنى ذلك أنها ستضرب في عنق الحكومة في رقبة الحكومة مباشرة تطالب من حزب الليكود المتطرف وهو نتنياه يقود حزب الليكود وهو رئيس الحكومة هناك ائتلاف هذا الائتلاف مشكل من مجموعة من الأحزاب الدينية المتطرفة الآن نتنياه يترأس حزب الليكود المعارضة هي صهيونية كلهم أعداء ولكن يلعب لبيد بذكاء يقول نحن ليس لدينا مشكلة مع حزب الليكود فليبقى الوضع التركيبة الائتلافية كما هي لكن غيروا نتنياه جيبوا واحد منكم أنتوا كأعضاء في الكنيسة كما هيجيب لك بن غفير لا بن غفير مش من الليكود الحزب آخر غيروا نتنياه ونستعد شوف أنا أكمل لك المعارضة بتقول نستعد أن نأتي معكم لبيد بالمناسبة مؤيد حل الدولتين نحن مش متفقين معهم كلهم لأنهم كلهم أعداء ولكن طبيعة المعركة ستتغير وجه الصراع سيتغير مباشرة بمجرد سقوط نتنياه لأنه هناك أولويات لدى الاحتلال أولا الحكومة الجديدة تريد أن ترمم ما خسرته فترة الحرب من خسائر اقتصادية كبيرة جدا تريد أن ترمم على الأقل أن تستعيد الأسرى الذين لديها هناك بالمناسبة كل ساعة من الاحتلال الإسرائيلي يعني يتم دفن جندي إسرائيلي كل ساعة وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي أمام أزمة خطيرة هناك أيضا خطيرة داخلية هناك ضغط دولي كبير جدا عليه من الولايات المتحدة وبايدن سقطت نسبة كبيرة جدا من تأييد له وتراجع تأييده وبالتالي لديه ضغط من الرأي العام الأمريكي ومن اللوبيات الأمريكية حتى اليهود في الولايات المتحدة من اللوبيات اليهودية الأمريكية تضغط على بايدن أوقف حرب وبالتالي إيقاف الحرب على بايدن على غزة أعتقد أنها ستكون ضرورة ملحة حتى على المستوى الدولي في مسألة حقوق الإنسان ومسألة المجتمع الدولي الذي يطالب النتنياهو بوقف الحرب ويطالب الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب إذا ما تم إيقاف الحرب على غزة معنى ذلك أننا نقول أننا سنسير في مصار جديد هذا المصار خلال الخمس أيام هدول يجب أن يكون هناك تحرك وأنا أقول يجب أن يكون تحرك وهذا التحرك تحرك فوري عربي وبدأ التحرك العربي صراحة في القمة السلام قمة القمة العربية والإسلامية بدأ تحرك عربي ذهبوا إلى الصين بالأمس وذهبوا إلى روسيا اليوم وربما سيتجول على خمس دول في مجلس الأمن الدولي هذه الدول دائمة الأضوية بما فيها الولايات المتحدة للضغط على الولايات المتحدة لتحريك حل الدولتين والبدء في عملية سلام حقيقية تنتهي بحل الدولتين ويتم التفاوض على كل القضايا الساخنة وأيضا من هذه القضايا بناء غزة القضايا الساخنة بناء غزة لاحظ في مطالبة الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة يجب عودة السلطة إلى غزة يجب عودة السلطة إلى غزة لماذا لم تقل ذلك قبل عام مثلاً يا بايدن أو قبل عام يا نتنياهو قبل عام يا الولايات المتحدة لماذا يا أوروبا لم تقل ذلك قبل عام كلما كان الشعب الفلسطيني يتوحد كانت الولايات المتحدة وأمريكا تمول وبعض القوى الإقليمية بكل أسف ومرارة كانت هي التي تمول الإنقسام كلما لعبت مصر دور إيجابي تقوم بتوحيد الصف الفلسطيني كانت بعض القوى هي التي تمول الإنقسام الآن الإنقسام أصبح وراء ظهورنا ميدانياً الآن مطلوب أن يكون سياسياً على الأرض موحدين لننطلق بوفد فلسطيني موحد يتحرك هذا الوفد الفلسطيني باتجاه مفاوضات جادة كما جارف 2014 بالمناسبة مع تطوير الوفد لحل الصراع كلياً وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسية يا رب عن قريب ونشوفها في حياتنا القريبة جداً بإذن الله أنا أشكرك جداً جداً على وجودك معي جداً 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 لكتفعها في حياتنا جداً 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 لكل مدير لا يبدو أن تحقق كلياً لحينثي